تذكير وستسمح أن أطلت نسبيا في هذه النقطة فموليدريس الأول الذي سيؤسس السلالة الإدريسية في المغرب أول ظهور له سياسي وديني كان في تليمسان وأول خطبة لموليدريس كانت في تليمسان طبعا فيما بعد كل السلالة الأخرى خصوصا الموحدية كانت تعم كل هذا الفضاء ويكفي التذكير بأن لنا نزاع حميمي ولكن نزاع قد يكون منعش دول الموحدية دول مغربية أو جزائرية هذا غير فيطار بعض الأمور لأن سي عبد المؤمن أصله من الجزائر ولكن عاصمة الإمبراطورية